السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما اعتدنا نقول لك اصبر معيدي يا واحد انت حتصوم يوم معرفة حتصوم الجمعة الجاي يوم معرفة ايوه لازم تصوم يوم معرفة مش لازم بأنه واجب عليك لا 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 انما هو سنة مؤكدة عن رسول الله طب اجروا الدي تتخيلوا الدي اجروا مثلا الحسنة بعشرة طب اجروا الحسنة بسبعمائة لا 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 اذا كان الصيام نفسه لا يعلمه الا الله قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما تطوعا لله بعد بينه وبين النار خريفة سبعين خريف سيدنا النبي يقول بعد بينه وبين النار سبعين خريفة طب اجر يوم معرفة عم الشيخ اسمع روى الامام مسلم من حديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما سؤل عن صيام يوم معرفة قال احتسب على الله انه يكفر السنة التي قبله 365 يوم والسنة التي بعده كمان 365 يوم صليته مع رسولنا يعني صيام يوم معرفة بسنتيني الله 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 اوعى حتى لو مكنتش تصوم قبل كده اوعى تقول لي يوم حر اوعى اوعى اخويا في الله اوعى يضيع منك الفضل له انه سنة يا احبابنا اخوانا في الله حافظ على هذا اليوم يا احبابنا اخوانا في الله الحجاج هناك على عرفات وانت هنا تصوم يوم عرفات هم يدعون رب عرفات هناك ونحن ندعو رب عرفات هنا هذا الاجر الذي اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بانه يكفر سنتين السنة التي قبله والسنة التي بعده والله العظيم احبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله